تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلب المتقدمين للقابول للأكاديمية والكليات العسكرية بالكليات الحربية وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة نتائج الموقف الحالي لاختبارات القبول والتنصيق بواسطة مدير الكلية الحربية أعقب ذلك المرور على دورة العمل داخل مكتب التنصيق ومراحل الكشف الطبي للطلب المتقدمين للالتحاق واختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقبزة الثقة ونقش الفريق أسامة عسكر عددا من الطلبة في أسلوب تنفيذ الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل مؤكدا على تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة المتقدمين اشتركوا في القناة